هذا أكد عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قدمت نظرة شمولية للتحديات المستقبلية كما أبرزت الرسالة الملكية أن المغرب أصبح حاضرا على الساحة الدولية من خلال احتضان هذا الحدث الدولي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وجه رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قدم فيها العائل المغربي نظرة شمولية للتحديات المستقبلية كما أن جميع المدخلات كانت في مستوى جيد وتم طرح العديد من القضايا الرائنة من بينها التعبيرات المناخية وركزت بعض النقاشات على العنصر البشري وخاصة الشباب ومستقبلهم خلال السنوات الخمسين المقبلة وتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه شبابنا خاصة فيما يتعلق بالتكوين والصحة والتربية لقد تطرقت الرسالة الملكية لجميع هذه الجوانب وأبرزت أن المغرب أصبح حاضرا على الساحة الدولية كما يتشرف المغرب باحتضان هذا الحدث الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر